في إطار التحقيق المفتوح حول قضية اقتحام نادي مركب عزير الفلاش المتبوع بنشوب حريق الذي أدى إلى وفاة سبعة أشخاص تمكن المحققون من توقيف 15 شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة انحدرون من استوالي زيرالداء القبة وعين نعجر هؤلاء الأشخاص هم فاعلين أصليين وشركاء كما تم خلال هذا التحقيق حجز فلسيارات ودراجة نارية كما تم حجز كذلك أسلحة بيضة تتمثل في خناجر والسينيال استعملت أثناء تنفيذ الجريمة